حاصد وفد مملكة البحرين المركز الأول على مستوى الفئات للعام الثاني على التوالي في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بطبعاتها 28 والتي احتضنتها سلطنة عمان في 25 من الشهر الفائت عرض أوفا في سياق تقرير الزميل محمد لرشيدات يعلو الاجتهاد ويرتفع كما لو أنه شهاب جاء ببريقه ليفسح عن رفعة تلك المنزلة التي نالتها هذه النفوس بسمو علمها الذي من المؤكد أن تدباها بجدارة عقلها وقوته قرأوا فأحسنوا ورتلوا فعلى شأنهم بين من أجادوا الإلمام بعلم القرآن والحديث غير مشككين في قدرتهم على احتكار المراتب الأولى من مصابقة القرآن الكريم والحديث لشباب دول مجلس التعاون بنسختها الثامنة والعشرين ما كان متوقعا بانت تفاصيله واضحة أمام العيان إنجاز سجل في أرض مجان أرض سلطنة عمان التي كانت شاهدة على تربع شباب البحرين لسدة المراكز المتقدمة في المصابقة شباب برعوا في أحسن قارئ للقرآن وأجمل صوت في ترتيله وأكثر من حفظ الأحاديث وذكر من أخرجها وصحها وزارة شنو الشباب الرياضة ووزارة شنو الإسلامية تشجع الطلاب ومراكز التحفيظ عشان يشدون على الطلاب ويحفظون ويتمكنون من حفظه القرآن الكريم وهذه الحمد لله هذه توجيهات الدين الإسلامي وهذا من وجبنا ونرفع عسم بلدنا يعني لا شك البحرين المعروفة بطيبة أهلها لازم بعد الطيبة تكون في الدين بعد ويكون المراكز الأولى إن شاء الله لقاء قد يكون اجتهاد مننا وحرصنا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى دراية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الأصل أن هذا من أجل الآخرة أن هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى وقد يترتب عليه الجواز الدينوية تأتي تبعا لهذه الغاية التي هي حصول رضا الله سبحانه وتعالى من خلال إتقان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوز لم يكن لولا تلك الأرضية الخصبة التي وفرت بالأصل مراكز دينية ينتشر عابيرها في جميع مناطق المملكة لتصل إلى كل راغب في الاستزادة بعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي وما حصل بل وما تشاهده العين ما هو إلا نتاج طيب أشادت به لتميزه تلك الهامات الدينية التي أشرفت على المصابقة بجميع جوانبها فريق البحرين حصل على تقريبا مثل ما نقول كل الجوائز على مستوى المجموعات طبعا مسابقة نظامها نظام مجموعات ونظام أفراد طبعا درجة الفريق الواحد بيكون كل فريق فيه ثلاثة أشخاص ومجموعة درجات كلها بتعطي الفوز حق الفريق الواحد كمجموعة بحمد الله أفضل البحرين أحرزت المركز الأول في كل الفئات بالإضافة إلى المستوى الفردي أنا حتى صاحبي البحريني أقدر أنافسه على المستوى الفردي البحرين في الفئة الثانية خذت الأول والثاني والثالث في الفئة الثالثة خذت الأول والثاني بالإضافة إلى جائزة أجمل صوت في هذه المسابقة أجمل صوت على مستوى مجلس التعاون كان من نصيب البحرين كذلك جائزة أصغر متسابق وهو المتسابق عبد الرحمن بديع عمره عشر سنوات يعني الجميع كان يشيد بالبحرين مصابقة أصغر قارئ للقرآن أيضا كانت قد وضعت في مقام الشيخ الصغير عبد الرحمن بديع ذو العشرة أعوام الذي لم يخفي ذكرى تلك العناصر التي تقف وراء تحقيق هذا الفوز فالشكر الأول لله والشكر الثاني لوالدي والشكر الثالث لمراكز التحفيظ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة صدق الله العظيم آية من الذكر الحكيم تؤكد على ما أفلحت بالإقدام عليه حناجر أبدعت في ترتيل كتاب الله حق تلاوته وبممتازت به عقولها من إلمام متقن لعلوم القرآن والحديث ليوضع الفوز الدنيوي في مقامهم مدركين في ذات الوقت نصيبهم من فلاح الآخرة ونعيمها لتلفزيون البحرين حمد رشدت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر